داخل خيام لا تقي حرارة الشمس ولا سقيع الشتاء تعيش عشرات أسر شردتها حرب ميليشيات الحوث والمخلوع من جحيم الحرب والمواجهات فر هؤلاء لكنهم وجدوا أنفسهم في جحيم إضافي قد يكون أقسى وأمر يعني مثلا معذبين مذبذبين بهذا الجبل وراد الله علينا يعني مثل قولتها قال والله يعمل كل محنة هي إذن حياة المخيمات حيث يفتقرون لأبسط مقومات البقاء ضد الفناء في ظل وضع صعب فرضه عليهم النزوح علاوة على غياب أدنى دور للمنظمات الإنسانية والسمرار تجاهلها لمعاناتهم لا أكل ولا شرب ولا فرش ولا ماوى ولا معانا شيء زي ما تشوفوا والآن نحن نشتيع المساعدة من المنظمات أو من الدول أخرى يساعدوا نحن بحاجات التي تقضيها للأطفال وفرش للأطفال يتطلع هؤلاء لأن تقوم الحكومة بواجبها إزاء معاناتهم التي أقل ما توصف به أنها بالغة المرارة سيما وقد فقدوا كل ما كان لديهم من شروط الحياة البسيطة بعد أن نجوا بأرواحهم وفروا إلى واقع مفتوحة خياراته على عنوين مجهولة يدفع هؤلاء النازحين ثمنا باهظا من فاتورة حرب ميليشيات الإنقلاب دون أن يكون لهم ذنب في ذلك سوى أنهم مدنيين لم يفكروا حتى بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم فواز الحمادي قناة بلقيس من مديرية المعافر تعز اشتركوا في القناة